بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة رابعة متوسط إذن جاءنا اليوم سؤال عن الجذور إذن لمن كل من يعاني من مشكلة هذا الدرس ربما عند البعض يجيه صعب إذن يجيب لكم أهم قواعد على الجذور إذن أهم قواعد على الجذور أولا القاعدة الأولى القاعدة الأولى تقول لتكون أ وبعددين طبيعيين موجبين ضروري جدا أن يكون في الجذور دائما نستعمل الأعداد الطبيعية أولا ثم الموجبة ثانية إذن ضروري جدا أن نقول أ وبعددين طبيعيين موجبة إذن والقاعدة تمشي مع كل الأعداد هذه تمشي مع جميع الأعداد إذن فلننطلق على بركة الله إذن القاعدة الأولى تقول عندما يكون لك جذر A في جذر B فإنه يساوي A في B الكل في الجذر يعني ممكن أن أستعمل الجذر هذا لـ A في B إذن مثال عددي باش تفهموا أكثر مثلا جذر 32 في جذر 2 ماذا تساوي؟ إذن تساوي قلت أضع 32 في 2 الكل داخل الجذر إذن نكتب 32 في 2 الكل في الجذر إذن هذه خاصية مهمة في الجذر إذن 32 في 2 ماذا تمتلي؟ تمتلي العدد 64 كما نعلم أن العدد 64 هو عدد تام ممكن كتابته على شكل جذر 68 والثمانية والثمانية كما نعلم أن أي عدد مربع تام هو العدد نفسه يعني جذر A مربع تساوي A إذن هنا ماذا تساوي؟ تساوي الثمانية مثال آخر جذر 18 في جذر 2 نفس الشيء نكتب الجذر ثم نكتب جداء العددين يعني 18 في 2 وكما نعلم أن 18 في 2 هي 36 إذن 36 هو عبارة عن جذر 6 و 2 إذن 6 و 2 وهو جذر 6 و 2 وهو 6 أتمنى أن يكون مفهوم للجميع هذه بالنسبة للخاصية تعجوذون تعال الضرب إذن مهمة جدا تفهموها لأنها ضرورية جدا في استعمال أي تمرين تستعملوا هذه الخاصية مهمة جدا إذن يعني هي عكس الجمع الجمع لا نستطيع أن نقول جذر A زي جذر B لا يساوي جذر A زي بي إذن القاعدة الثانية تقول ركزوا معي القاعدة الثانية تقول أن جذر A هنا تعني القسمة نفس الشيء A و B عددين طبيعين موجبين هنا نزيد الشرط B لا يساوي السفل لأننا نستطيع أن نقسم على عدد معدود إذن جذر A على جذر B يساوي الكل داخل الجذر يعني A تقسيم B مثل عددي نفس الشيء إذن قلت جذر 98 على جذر 2 ماذا تساوي رح تساوي لي الكل داخل جذر 98 العدد 98 تقسيم 2 وهذه القواعد رح تسهلنا عملية الجمع أو الكسر أو الضرب يعني رح تشوفوا في التمرينات على الجذر رح تسهلكم المهمة في التمرينات إذن كي نقسم 98 على 2 شحال يخرج لي يخرج لي العدد 49 إذن جذر 49 كما نعلم أن جذر 49 هو مربع تام ممكن كتابته على شكل جذر 67 كتبها لكم وكما نعلم أن أي عدد أي عدد أي عدد كي يكون مربع تام يعني مكتوب على شكل A A 2 جذر التاعو يخرج لي ما داخل جذر العدد نفسه وهو A هذه أيضا قاعدة أخرى إذن ركزوا معي نكمل إذن جذر 7 ساعة مربع قلت أنه يساوي السبعة ثم مثال ثاني جذر 50 على جذر 72 إذن جذر 50 على جذر 72 ممكن كتابته على الجذر في ما داخل القوس ندير لداخل الجذر نكتب 50 تقسيم 72 ثم إذن 50 على 72 نلاحظ أنه عدد زوجي في البصل والمقام وش ندير هنا للتبسط رح نقسم هنا على 2 ونقسم هنا على 2 إذن وش يخرج لي يخرج لي 50 تقسيم 2 ماذا تساوي رح يخرج لي يساوي الكل داخل الجذر 25 على 36 نتبهوا معي إذن هنا وصلت لهنا هناك 25 على 36 نعاود نقلب يعني إلى الوراء بعد ما كنت عندي جذر أعلى بي نولي الوراء ونكتب ونكتبه على شكل جذر أعلى جذر بي يعني جذر 25 على تقسيم جذر 36 لماذا لأن هناك نقسم ما يفيد نيش ما يعاون نيش ولكن كن ولي للوراء يعني نكتبه على شكل جذر على جذر بي أن جذر 25 معروف هو جذر هو خمسة إذن بكتابة أخرى كأنني أكتب جذر خمسة وستنين على جذر ستة وستنين تساوي خمسة على ستة يعني ممكن نمشي من اليسار يعني القاعدة هذه من اليسار إلى اليمين أو مرة أخرى ممكن نجي من اليسار إلى اليسار نمشي كما نحب لماذا لأنني عندي مساواة ممكن نمشي هاك أو هاك نفس الشيء لأنني قلت عندي مساواة محققة من الطرفين أتمنى أن تكون مفهوم للجميع القاعدة الثالثة مش تقول القاعدة الثالثة تقول أن جذر A الكل مربع يساوي A عرفوا الجذر A الكل مربع يساوي A مثلا نجيب لكم مثال أحسب العدد A ماذا نلاحظ نلاحظ أن جذر ثلاثة في جذر 36 وإحنا جذر 36 قلت أنه 6 مربع إذن وش نكتب إذن نركز معايا إذن جذر 36 كتبته على شكل جذر 6 مربع ثم جذر ثلاثة في جذر ثلاثة ممكن كتابته بشكل آخر وهو جذر ثلاثة الكل مربع يعني مكتوب مرتين قلنا على حسب القاعدة هذه جذر A الكل مربع ماذا يساوي يساوي ما تخلى الجذر يعني ثلاثة أولا جذر 6 مربع هو 6 نكتب 6 هنا جذر في جذر ثلاثة لكل مربع قلت أنه هو ثلاثة إذن 6 في ثلاثة ووش تخرج للعدد 18 إذن أتمنى أن تكون مفهومة هذه القاعدة القاعدة الأخيرة نستعملوها في الجذور إذن مقاعدة الأخيرة قلت أن عندما يكون عندي A في B الكل مربع إذن يساوي A مربع في B مربع مثال عددي إذن أحسب عبارة B عندي أربعة جذر خمسة الكل مربع هنا وش ندير إذن ماذا تساوي تساوي العدد أربعة الكل مربع في جذر خمسة الكل مربع إذن أربعة مربع ماذا تساوي تساوي 16 في وش قلنا على جذر الكل مربع يعني جذر خمسة الكل مربع هو خمسة جيد إذن تخرج ليه 16 في خمسة و16 في خمسة ماذا تساوي تساوي 8 وبهذا نكون عند نهاية هذه القواعد أتمنى أن تفيدكم جميعا إذن وبهذه القواعد ممكن أن استعملها في أي تمرين وبالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديوهات قادمة نستنى تعليقاتكم ونستنى كل ما هو منكم يجيني وإن شاء الله رح أجيب على أسئلتكم ولكن فقط ملاحظة صغيرة تخلوني شوية الوقت لش نسجل ونبعث الفيديوهات يعني لي تقول لي مثلا في أسرع وقت أنا يعني على حسب الوقت تسجيل الفيديو إذن في الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته